ودائما أنت إذا أصبت بمصيبة انظر إلى ما أبقى الله لك ولا تنظر إلى ما أخذ منك واحد فرضا عنده عشرة ألاف ريال وضع منها ألف لا تنظر إلى الألف فتحزن انظر إلى التسعة ألاف وفرح واحد عنده عشرة أولاد ومات إثنان منهم انظر للثمانية اللي بقوا انظر للنعم اللي بقيت عندك واحد أصيب بحادث وأصيب بشلل نصفي لا تنظر إلى الجزء الذي فقدته انظر إلى الجزء الذي بقي يقول لي أخونا عبدالله بنعمة تعرفونه جزاء الله خير له بعض الجهد وله مقاطع في الإنترنت أيضا يقول كنت أظن أنه لا أحد أعظم مني مصيبة يقول عبدالله بنعمة أصيب في مسبح وقفز في المسبح وكان المسبح يظنه عميقا فإذا ليس عميق الشاهد أنه أصيب بضربه وانقطع تنفسه وانقطع الأكسجين الشاهد أنه أصيب بشلل كلي ولا يتحرك فيه إلا الرأس فقط وإذا أراد يتكلم يتكلم أيضا بصعوبة صلىهني وشفيه ويشفي جميع مرضانا يقول لي يقول كنت يا شيخ أظن أنه ما في أحد أعظم مني مصيبة أنا مشلول ولو تقطع رجلي بفأس ما أشعر بشيء لأني مشلول يعني يقول حتى رأيت شخصا مصابا بمثلي نفس الشلل وإضافة إلى ذلك أبكم وأصم يقول على الأقل أنا أقدر أقول يما أعطوني ماء يا أمي أنا أتصل به بالتلفون يرد علي يرد بالسماعة طبعا محطوط الجوال وسماعة فالتلفون مبرمج أنه يرد من نفسه مباشرة ما يحتاج تضغط الأخضر فهو أهلي مرحبا من أقول مثلا أهلي يا شيخ كيف حالك يتكلم معي تنتهي المكان ما أنا أقفل وخلاص ينقفل للتلفون يقول يا شيخ رأيت واحد أصم ما يتكلم أصم ما يسمع وأبكم ما يتكلم ومصاب بمثل أصابتي يقول حتى إنه يوما جاء فأر وقضم أصابعه يقول ولم يعلم والدم يسيل يقول ويشوف الفأر يأكل يقول هو يبغي يصرخ ما هو قادر يبغي يتكلم يا ناس تعالوا ما هو قادر يقول حتى جاءوا أهله بعدين ورأوا هذا وعطوا أباره عشان الطعون وغيره فيقول سبحان الله أدركت فعلا أنه يعني أحيانا الواحد يصاب بمصيبة أهو فانظر إلى ما أبقى الله لك ولا تنظر إلى ما أخذ منك أيوب عليه السلام لما قالت له امرأته قالت له يعني يعني ادعو الله